لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دبي مراسل الغد عبدالله الزعبي أهلا بك عبدالله دعنا في تفاصيل هذه التصريحات لأنور جرقاش وزير الدولة الإماراتي نعم يعني في البداية لنأخذ الأمر من البداية حيث أكد الدكتور أنور جرقاش خلال هذه المقابلة بأن هذا القرار الذي تتخذه دولة الإمارات في علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي خاص بدولة الإمارات ليس متعلقا بأي قضية أخرى وليس لأحد التدخل في انتقاد هذا القرار أو التعليق على هذا القرار وأيضا على أي قرار يمكن أو فيما يخص بعلاقة الإمارات مع دول العالم أيا كانت هذه الدول الدكتور أنور جرقاش علق على الكثير من الأمور التي من الممكن أن تكون أو تتضمن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بين الإمارات وإسرائيل أبرزها هي كانت عملية التعاون الذي سينعكس بالإيجاب على البلدين سواء كان من الناحية الاقتصادية أو حتى الاجتماعية والثقافية والعديد من المجالات التي يمكن أن توقع بين البلدين بالإضافة إلى ذلك هو علق على البند الذي قد تتضمنه الاتفاقية وهو بند صفقة F35 التي تعترض عليه إسرائيل بالفعل لكن هو لم يعلق على هل سيتم الموافق على هذا البند أم لا لم يعلق لا بالإيجاب ولا بالسلب على هذه النقطة وإنما هو أكد على أن هذه النقطة موجودة في الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الطرفين أو بين الجانبين أيضا الدكتور أنور قرقاش علق من خلال مقابلته هذه بأن هذه الاتفاقية يمكن لها أن تعزز جهود دول العالم وأيضا جهود الجانبين في مجالات عديدة مثل محاربة الإرهاب وأيضا التنظيمات الإرهابية أيضا التصدي للمد الإيراني في المنطقة العربية خصوصا في ظل التدخلات الخارجية التي تعاني منها العديد من الدول العربية سواء التدخلات الإيرانية في دول المنطقة أو حتى التدخلات التركية بالإضافة إلى ذلك أيضا ممكن أن تعزز جهود السلام في المنطقة في العديد من المجالات من خلال هذه الخطوة الجريئة التي قامت بها دولة الإمارات أشكرك جزيلا عبدالله الزعبي مرسل الغد من دبي ترجمة نانسي قنقر